إلى ذلك رأى القياد في حزب تقدم هشام رأفت أن انشقاق شخصيات من حزبه يدفع المكون السني صوب مراحل صعبة فيما لمحا إلى إمكانية إعادة ترشيح شعلان لكريم لمنصب رئيس مجلس النواب أقل رأفت أن انشقاق عدد من الشخصيات من تقدم قد يؤدي إلى سيناريوهات لا يحمد عقبها بالنسبة للبيت السني نتيجة محاولات لأقصاء الحزب من رئاسة البرلمان ومن جانبها جددت كتلة الديمقراطية الكردستانية النيابية دعواتها للقوى السنية إلى الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان فيما أكدت أن الخلاف السني ما يزال قائما حتى اللحظة